افهم كل سؤال غلطتك في ايه مش مشكلة تغلط ان شاء الله يا رب تجيب 0 من 10 في امتحان 0 من 10 يا مستر ده انا ضيعته ده انا فاشل ده انا مش اجيبه ولا درجة ما تحسبهاش كده احسبه ان انا اكتسبت 10 اخطاء عرفتهم لو كانوا جوم اخر السنة ما كنتش عارفهم اي حاجة بتحصل لك قبل امتحان اخر السنة فانت بتستفيد منها مش بتخسارك بالعكس انت بتستفيد منها ستة اللي رحمها كانت طبعا بتقول المثل الشهير العيار اللي ما يصبش يدوش والضربة اللي ما تموتش تقوي فالدرجة اللي انت بتاويحش مدام ما موتكش ومستموية عامة هتقويك وتخليك اقوى شد حيلك هاشوف 99% الحقيقة والله ان انت طبيعي ان انت يقف معاك حاجات في امتحانات واسئلة معقول ان انا يقف معاك حاجات واسئلة في الواجب وفي الامتحانات بعد ما يكون ذاكرة الكويس ده الطبيعي اه ليه لان النظام الجديد مبنى على التفكير والابتكار حلوة قوي وساعات الاستهبال فيه 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 ساعات كده اسئلة بتجي فعلا ما لهاش ضعب بالكوكب خالص انا اسئلة مش هتجي في الامتحان مش موضع اسئلة بس بعض الكتب الخارجية بحطها في اسلاكة كده مهم فانت هتلاقي في الامتحان وفي الواجب حاجات يقف معاك طب اعمل ايه الطبيعي بقى والشاطر يعمل ايه يعرف فكرتها يفهم السؤال ده يدور عليه يجاوبه ويفهمه ويسأل فيه حد علشان لما الفكهة دي تتكرر معاه في المراجعات افهم الحتة ده مهمة لما تتكرر معاه في المراجعات يكون مرت عليها كتير وشافها كتير فلما يشوفها كتير ما يغلطش فيها في المراجعات يقول شاخر السنة يقفل الجميل في الموضوع اللي في الناس بتعمل كده الجميل بقى الصنف نفسي ربنا يزرع في قلبكم اليقينة والله العظيم ثلاثة والله بس يعني ايه فهموها صح في اوقات كتير انا كنت بشتغل ايام الكلية ففي ايام كتير كنت بروح اللي يمتحمل غير مزاكر بس ربنا عارف انه غز من عني فكنت بقول لي يا رب لو انت شايف ان انا عمل اللي علي وغز من عني وقف جنبي والله العظيم كنت بجي المتياز لان انا ما اثرتش ربنا بيعملك كده مش بيعملك بقى انت زكير بيعملك انت اثرت ولا ما اثرتش